بصوا بقى بالصالع النبي كده حوار فلسطين ده حل بسيط دولة واحدة من النهر للبحر اسمها فلسطين يعيشوا فيها كل العرب واليهود والمسيحيين والمسلمين دولة مش دينية كل واحد يؤمن ولا ما يؤمنش ملناش دعوة بس الدولة بتساوي ما بين الجميع بغض النظر عن الديانة ديمقراطية والكل يشارك ولا تقول لي إسرائيل باقية ولا تقول لي فلسطين خالية من اليهود فلسطين دي بتاعتنا كلنا واللي كان إسرائيلي وحابب يكمل في فلسطين أهلا وسهلا بس اللي جاي علشان المشروع السهيوني ياخد بعضه ويمشي بالزوء دي الطريقة الوحيدة اللي تنهي مشروعا لاستعمار السهيوني وتضمن حق العودة لملايين اللاجئين برا فلسطين وتحافظ على اليهود اللي عايزين يعيشوا في فلسطين لأن عمر ما كان فيه مشكلة مع اليهود بالعكس دي أرض الديانات كلها حل الدولتين مع كامل إخلاصي واحترامي والتقديري للناس المحترم حل الدولتين بيرسخ الاستعمار السهيوني والفصل العنصري بيمنع عودة اللاجئين بيمكن الاحتلال من أرض سرقنها وبيفشخنا جميعا مفيش مستقبل لأي حد من غير ما نفور المشروع السهيوني ده تماما حل الدولة الواحدة مش حل واهم بالعكس الواهم انك تفتكر اننا ممكن نكمل عادي مع الاستعمار السهيوني طبعا الوصول للحل مش سهل بس هو مش مستحيل مش حينفع نعتمد على ضمير الطابعة الحكمة اللي وقفة مع الصهاينة وشايلها على الاجتاف مهما حاولنا نلعب دور الصعبانيات وانفرج الحكام ورجال الأعمال على مناظر الأطفال اللي بتتقتل وحياتها بتتدمر مش هيغيروا موقفهم المستعمر ما عندوش ضمير عندو مصالح طبقية فهمها كويس وشغال عليها الموضوع بالنسبة لهم سياسي واقتصادي مش إنساني واحنا كمان عندنا مصالح لازم نتلم على بعض حوالين المصالح اللي بتجمعنا كشعوب والطبقة عاملة في كل مكان في العالم دي عركة واحدة واحنا لابسانها يعني نتجمع على بعض وننتزع حقوقنا كلنا يا حيفضلوا يفشخونا والاستعمار حيتوسع ويزداد وحشية كل يوم الصهاينة مش هيتغيروا واللي واقفين معاهم من الطبقة الحكمة مش هيجيبوا وراء من نفسهم أكيد حيفضلوا يدعموا إسرائيل طول ما هم مستفدين الفكرة بقى إننا كأفراد تأثرنا ضعيف قوي بس كمجموعة ممكن نوصل لأي حاجة نتخيلها إحنا الشعوب اللي بننتج ومنشغل المكان وبنطلع للطبقة الحكمة أرباح إحنا اللي مسكين الكول سنتر واللي بنوصل الأكل واللي بنملى الليكس اللاية واللي بنسوق العربيات واللي بنصامم الأسلحة واللي بنستخرج البترون الطبقة الحكمة بتعشق إسرائيل علشان مستفيدة من الاستعمار بس هي ما تقدرش تعيش من غيرنا والإضرابات العملية مكلفة أكتر مما السهيونية مربحة واحنا قوتنا في الإنتاج مش في الاستهلاك يعني لو اشتغلنا زي المصطرة من غير ما نفتح بقنا وبعدين امتنعنا عن شرع حاجة أو تانية مش هتفرق كتير خالص احنا خلاص اشتغلنا وقباضنا ونزلين السوق نصرف بس لما نمنع الإنتاج من الأول المعادلة بتختلف تماما مش بتخسر أصحاب القرار كتير بتفضح لإبادة الجامعية بتجمعنا ببعض بنتثقف ونتعلم وننشر الوعي عن القضية بس عمرها محتبقى كافية لحل المشكلة أو حتى وقف الحرب الإضرابات هي اللي بتخسرهم مبالغ مخيفة وبتجيبهم من أرض في العادي الإضرابات ممكن تبدأ بمجرد مطالب اقتصادية لتحسين الأجور وظروف العمل واللازي منه وده تمام فشخ بس الخطوة اللي بعدها إن الإضرابات تفرد مطالب سياسية فكك بقى من الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجامعية العامة ومجلس الأمن دي أدوات ممكن تساعد من على الوش كده بس عمرها ما تحللنا أي مشاكل حقيقية أصحاب القضية الفلسطينية هم الشعوب والعمال حوالين العالم في مواجهة السهيونية الفلسطينيين اللي على الأرض وضعوهم مختلف شوية عن باقتنا في العالم العربي وحوالين العالم الفلسطينيين بيقاموا الاحتلال بكل الطرق المتاحة المقامة المسلحة بكل أشكالها الإضرابات العملية في الداخل أو في المستوطنات ضد الاحتلال مباشرة أو في باقي الأراضي ضد السلطة المقاطعة المزاهرات الحرب المعلوماتية ونشر الوعي والحقيقة على المواقع التمسك بالأرض وشجرة الزتون والمطبخ والعادات والتقاليد والقعاد في البيت كلها طرق بدرجات متفوتة من النجاح بس كلها مهمة ومشروعة إحنا كشعوب متضامنة مع الفلسطينيين في مقاومتهم ضد الاحتلال حنفضل دايماً ندعم بشكل غير مشروط ممكن يبقى عندنا انتقادات وحلو إننا نشاركها ونتناقش فيها بس مع المقاومة من غير شروط وكشعوب عربية دورنا إننا نتكلم عن فلسطين ونتعلم ونسقف بعض وننشر الوعي عن القضية بشكل خاص والوعي الطبقي عن العركة الرأسمالية بشكل عام لازم نخلي دعم المشروع الصهيوني مكلف لدرجة إنه مش جاي بهمه الإضرابات في أي إنتاج له علاقة بإسرائيل والأهم إننا نقرب من اتخاذ القرار في بلادنا وفي أماكن شغلنا كل ما نلعب دور أكبر في اتخاذ القرار على كل المستويات في الحكومات والأحياء والشركات والمصانع والمزارع كل ما نقلل من دعم الصهاينة ونسند المقاومة ضد الاحتلال أما بقى العمال في الدول الغنية في أوروبا وأمريكا لهم دور كبير قوي زينا لازم يكون فيه وعي عن القضية ووعي الطبقي يجمعنا كلنا بس المشكلة اللي بتواجه أوروبا إنهم شاربين كتير من الطبقة الحكمة واختابها ضد القضية الفلسطينية ومع الاستعمار الصهيوني للأسف فيه عنصرية وإسلاموفوبيا وحشة قوي ولازم يتجاوزوا العقبة دي علشان يعرفوا يزقوا معنا وبعدين لازم يبقى تضامن مش تعاطف شكرا والله إننا صعبانين عليكم وإنكم شايفين القضية الفلسطينية مسألة إنسانية بس لازم تفهموا إن مصلحتكم من مصلحة الشعب الفلسطيني مش كيفية تعاطف لازم تضامن تضامن طبقي وده معناه نعدي مرحلة المزاهرات ونخش في الإضرابات وبالذات في الشركات اللي بتتعامل مع الاحتلال وطبعا كل ما الشعوب الأوروبية تقرب من اتخاذ القرار في بلادها كل ما تقدر توقف دعم إسرائيل وتساعدنا في تجاوز الصهيونية أي ضربة ضد الرأس مالية في أي حتة في العالم حتبقى مفيدة لنا كلنا الصهاينة والطبقة الحاكمة بيحاولوا يقنعونا إن مفيش أمل وبيكتهدوا علشان يمسحوا تاريخ الطبقة العاملة العالمية بس في أمثلة كتير لحركات عملية حاولين العالم قدرت تتضامن مع قضايا شعوب وتحقق مكاسب سياسية في حلقة الانتخابات حكينا قصة شيلي وتكلمنا على الانقلاب وإزاي الدكتور العسكري بين وشيء فشخ الشعب اتحركوا وعملوا مظاهرات وإضرابات وحملة عبقرية في 1974 عمال مصنع رولز رويس في سكوتلندا اللي بيشتغلوا على مواتير الطيرات رفضوا يصلحوا مكونات الطيرات لما عرفوا إنها مملوكة للمجلس العسكري تشيلي في الآخر اتراكنت وصدت وهم المفروض ما لهمش دعوة بس أصروا يتضامنوا مع شعب بيت فشخ على بعض آلاف الكيلوهات منهم في إيطاليا في 2019 عمال مينا جنوى منعوا شحن سفينة سعودية علشان محملة أسلاحة يبيدوا بها شعب اليمن في جنوب أفريقيا غير لقطة المحكمة الدولية اللي هي لها رمزية مهمة طبعاً عمال المواني رفضوا يشتغلوا على سفينة إسرائيلية محملة سلاح ومتجهة على غزة الكلام ده كان في 2021 مش بعيد ممكن ننهي دائرة العنف من خلال حركة ثورية للطبعة العاملة من كل بلاد العالم ونقرطس النظام ونتخلص من رأس مالية ونتجاوز الطبقات من ساعة اكتشاف الزراعة من 5000 ل 10 000 سنة كده بقى فيه فائد إنتاج والمجتمعات بدأت تتقسم أدوار ظهرت الطبقة الحكمة اللي مصالحها ضدنا وبالرغم من إننا عدينا على فترات مختلفة إلا إن المجتمع الطبعي مكمل معانا وإحنا مكانياتنا كانت محدودة ومش قادرين نغير النظام لغاية ما وصلنا للرأس مالية اللي خلقت لنا الطبقة العاملة لأول مرة نقدر نقاوم الرأس مالية كطبقة عاملة بنماشي الشغل وفي لحظة نقدر نوقفه ونغير التاريخ الرأس مالية نظام مبني على المنافسة السمك الكبير بيأكل السمك الصغير ويفضل يكبر كمان وكمان ده اللي أستكر لسمها عملية تركيز وتماركز راس المال اللي بتلبسنا في الاحتكارات الاحتكارات كبرت راس المال بشكل مخيف البلاد الأوروبية وبعدين كان لازم راس المال الفائد ده يدوروه بره عشان يجيب لهم أرباح هنا بقى الدوة تدخلت وبدأت تحتل أراضي وشعوب وبعدين تفتح أسواق علشان رجال الأعمال يقلبوا عيشهم وهي دي اللي بنقول عليها الامبريالية الرأسمالية وصلت لمرحلة إنها لازم تستعمر بلاد تانية علشان تدخل فلوس وتستغل عمالها ومواردها وتفتح أسواقها وتبيع فيها الكلام ده ما كانش هيجي بالزوء لازم جيش وعنف وساعات الجيش مش كفاءة للسيطرة فلازم مستوطنين يتزرعوا في جميع نحاء العالم إسرائيل هي تطور الاستعمار والامبريالية هي أجدد وأوسخ استعمار استيطاني آخر ما توصلت إليه الرأسمالية إسرائيل حلم الطبقة الحكمة وكابوسنا كلنا صحيح ما عرفناش نمنع إنشاء الكيان السهيوني واستمراره أكتر من 70 سنة بس إحنا نقدر نتلم على بعض ونخش العركة سوا لازم نفور المشروع السهيوني دلوقتي ونغير التاريخ للأبد ترجمة نانسي قنقر لا تنسى الناصرية أولاً أعابية بشر بإساني برشرة ناهرة ونرح على السيبة ونسرها في الهدى طهلة الشامة وإزانة جفارة والفتس العاصرية والأقصة عالمها إن شاء الله يرى بديك إش معنا في الهدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر